بيقولوا تجوزت 13 مرة وهي بتقول انا اتجوزت مرة واحدة وكرهت صنف الرجالة كل يوم تهاجم رجالة مصر ومحدش مليعنيها رادوة شربيني شعرها في الحياة ماينفعش اشوف ست مظلومة وبقت متعقدة من اي حاجة مذكرة وكله بسبب الراجل اللي عقدها في حياتها اسرار وحكايات كتير في حياة الاعلامية المثيرة للجدل واللي علمت الستات معنى كلمة انت قوية وخليك سترونج والحاجات الغريبة اللي دخلت مجتمعنا دي حكايات رادوة شربيني مع الرجالة كتير جدا والاشعاية عن علاقتها ما بتخلص وكمان هجومها عن رجالة كل يوم بيزيد عن التاني دفتر اسرار رادوة والسندوق الاسود ليها هنفتحه مع بعض في الفيديو ده رادوة شربيني عندها بنتين ونجمها ليه مع بعض ما طلقت لما عملت برنامج وبدأت تهاجم الرجالة والحقيقة ان الموضوع ده فرق معها جدا والبرنامج بتاعها بقى بيتشاف كويس جدا ورغم الشهرة اللي حققتها لكن هي في الاول كانت قفل على نفسها وما بتتكلمش في اي حاجة عن حياتها الشخصية ومع ان الكلام عن جوازات رادوة كتير وفي ناس قالت انها العلاقة بأكتر من فنان وكان منهم كمان تمر حسني وناس تانية قالت انها تجوزت 13 مرة بس الحقيقة بقى انها تجوزت مرة واحدة وبس وده اللي قالته بنفسها وجوزها ده اسمه محمود حسن فهمي بس المعلومات عنه قليلة جدا وتقالوا انه راجل وسيم وخلفت منه بناتها اللي اتنين تيه وطمارة ودول اللي خلوها ما بتقدرش تقول كلمة في حق جوزها ده بالعكس دي بتقول عنه كل خير وكمان بتقول انه بينهم كل احترام وتقدير حتى لما تكلمت عن طلقها ما رديتش تقول اي سبب ولا قالت عنه اي كلمة وطبعا كل ده عشان خايفة على بناتها وكل اللي قالته انها في يوم من الايام قررت تنفصل عن جوزها وقعدت تفكر في القرار ده فترة طويلة جدا والغريب انها خدت القرار النهائي بعد اربع شهور من ولادة بنتها التانية طمارة وكمان قالت انها خدت القرار ده وهي بتاخد شاور في الحمام وكان وقتها في اغنية شغالة اسمها المراية بتغنيها شرين عبدالوهاب رضوة قالت انها لما سمعت الاغنية بصت لنفسها في المراية وقالت انها حست كل كلام الاغنية عليها وعد قدام عينيها شريت حياتها كله وكان في اكتر من موقف حصل بينها وبين جوزها خلاها تفكر في قرار الانفصال المهم ان رضوة خرجت من الحمام وصلت استخارة وتاني يوم انفصلت عن ابو بنتها عشان تبدأ في حياة صعبة جدا لدرجة انها ما كانش معها اي فلوس وده اللي هي اكدته بنفسها لما قالت ما كانش معايا الا ميتين جنيه وعبال ما خرجت من البيت بقوا مية وتمانين والموضوع مالوش علاقة باي فلوس وربنا رزق وقرم وجبر وطبطب على القلب واهلي وامي وكمان صحابي وقفوا جنبي مع ان رضوة نفسها بتقول كلام حلو على جوزها لكن برضو الجمهور شايف انها بتقول كده عشان ما تجرحش بنتها والكل بيقول انه هو اللي عقدها في الرجالة لدرجة انها بتطلع في برنامجها وتحرد الستات على خراب البيوت انتو كمان قولوا انه تعليقكم على رحلة رضوة شربيني وسبب عقدتها من الرجالة